غزت أطنان من الأدوية الفاسدة محافظة الديالة بعد أن دخلت المحافظة بطرق غير مرخصة بعيدا عن أعين الرقابات الصحية المسؤولون في المحافظة دعوا الجهات المعنية لمتابعة طرق دخول الأدوية والسيطرة على منافذها أدوية الفاسدة التي توجد في المذاخر والسيدليات في محافظة الديالة دائرة صحة الديالة متابعة لهذا الموضوع وحسب معلوماتي أن هناك جولات بين فترة وأخرى لإطلاف أطنان من هذه الأدوية وفعلا تقوم بدورها الإيجابي في إطلاف هذه الأدوية يعني ما تطي مجال لبعض السيدليات بالتداول بها أما فيما يخص موضوع الحقيقة يحول هناك أدوية غير معروفة المناشئ الحقيقة هذه حسب ما استفسرت من دائرة صحة الديالة أن هذه الأدوية لربما تكون موجودة إلا أنها لا تداول بشكل رسمي يعني بشكل خفي أيضا إحنا كمجلس محافظة وأيضا وجهنا الجريمة الاقتصادية ودائرة صحة الديالة لمتابعة هذا الموضوع لمتابعة الأدوية الغير معروفة المناشئ في المنافذ الحدودية للمحافظات ولمحافظة الديالة مباحة ولا يوجد التجديد الكامل لتفتيش والسيطرة على المواد الداخلة للمحافظة والبلد بصورة عامة اليوم نرى كل المواد التي تدخل للمحافظة أغلبها طبعا غير صالحة الاستهلاك البشري أكسباير غير معروفة المصادر مالتها أو مناشئها اليوم هناك كثير من المواد حقيقة دخلت إلى المحافظة لا تخضع إلى السيطرة النوعية والرقابة وإلى التفتيش من قبل المنافذ الحدودية أطالب الجهات المعنية في محافظة الديالة وخاصة التفتيش والصحة بأخذ دورهم الكبير والإجراء عملية استباقية سريعة لتفتيش الأدوية بالصيدليات كافة